اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو تبنجل عزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق العاشر من يونيو عام الفين واربعا وشرين تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة بينها فقرة الترند والتحقق نبدأ الجولة بأبرز الفقرات تواصل الاشتباكات في مدينة الفاشر صباح اليوم مع استمرار حركة النزع للسكان لخارج المدينة موسيقى 217 حالة إصابة بسوء التغذية الحادة في معسكر كلمة للنازحين بولاد جنوب دارفور وصل ل217 حالة بالزبط الوصلت في دفتر تردد الوفيات عندهم 7 حالة وفاء السلطات في البحر الأحمر تعلن قفل المدارس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأجيل في القضارف وفتحها في ولاية كسلة اليوم المبادرة الشبابية لتهيل المدارس بكرم البلد تناشد المنظمات والخيرين بدعم المبادرة كانت هذه أبرز الموضوعات والآن نبقى مع الجولة تواصلت الاشتباكات والقصف الجوي في مدينة الفاشر صباح اليوم الاثنين بين الجيش والحركات المتحالفة معه من جهة والدعم السريع من جهة أخرى وكشفت مصادر عن تبادل القصف المدفعي الثقيل بين الأطراف مع تواصل القصف الجوي لسلاح الطيران الحكومي وأكدت مصادر بازدياد حركة النزوح لسكان المدينة جراء القصف والتوجه إلى المناطق الأكثر أمنا يعاني النازحين في معسكر كلمة بولاد جنوب دارفور من عوضاء إنسانية حرية بسبب الحرب الدائرة في البلاد ما أزفر عن ارتفاع في حالات الإصابة بسوء التغذية الحادة للمزيد حول الموضوع نبقى مع تقرير عده الناشط محمد بخيد تدريس للجولة أنا محمد بخيد تدريس أساسا صحفي أنا في معسكر كلمة شغالة لأن أشتغل على سوء التغذية وأزحر الفجوة الخزائية المعربيه والمعسكر ومهتم بردو قضايا تانية عندو علاقة بي الله هو الوضع الإنساني فهو الهاجة الكوية أنه أنا مشاهد مركز بتاني لايت ويمكن هذا المركز روحيته شغال في معسكر كلمة وشغال على برنامج بتاني السوء التغذية وكل شهر أنا عندي لهم متابعات بمشي بشوف دفتر ترددهم والحاصل عليهم شنو وخير وخير لقيت أنه في إليان المركز دي هي شغالة لأنبر بتاني الليناية المكسفة وهو دا البس تقبل هالات بتاني سوء التغذية لها دا بس المتوسطة وسوء التغذية لها دا ما برنامج ولا يندو ليه وخطة إسعافي إشان ممكن نشتخد عليه ففي دفتر تردده بتاني شهري خمسة الفاتد إنه أدد بتاني الحالات الليوصل عنده وصل لـ 217 هالة بالزبط إنه وصلت في دفتر تردده الوفيات عنده سبع حالات وفا الهالات الهولوم اللي هو الهالات الفاق وقدرته هي دا تمانية حالة جعبوهم جزو لمستخفة بتاني الليال التعليمي لأنه استلموهنا عس أتبابة لا هدود وفي تانينا ما بعرف وصلوا ياتوا أماكن دي نقطة الهاية المهمة بردو إنه في حالات هي ما قاعدة تصل مركز بتاني الليال المكسفة بناء على إنه هم مترددين يعني من فكرة إنه أنا بمشي هناك والجندة ما في إناية كده كويسة ما في خدمات كتيرة حد تقدم ليهو بالتالي بكون قاعد في بيت لامين المرض دي يخضي عليه ويموت بالشكل الحالات دي ما ما مبضمنة في 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 التقرير الإحسائي لناسي حاليا مقلتو ما نعهو نسبة بتاني السو التغذية ممكن تفوخ الأدب كتير يعني لو أملنا إجراء بتاني استطلاع شوفنا أدد بتاني الوفيات اللي 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 في في ماسكا في المرض ده بسي للإنسان نتاج لي مش خياب فجوة خزائية بس نتاج لي حتى خياب أمس سيحي ممكن تقول بالمعسكر ومستهيل يعني ألاي كمركز اللي أنا شايفه في المعسكر داك يخطي هجم بتاني المعسكر كله ده أطفن عن إنه في هالات في الفترات الفاتحة بالزاد قبل ما تدخل تبابة لهدود هي قاعدة تجيه من نيالا وماسك مناتك بتاني شرق بليل وخيره لكن السيحالية الهاية ديقال لكن علاية هو فئلية محتاجة لإنه يوسي من مراكزه بحيث يكون ممكن يكون عنده أكتر من مركز في أطبة في سنتر ستة تمانية في خيره هسيحاليا الفيهو مركزين الفترات الفاتحة تسيحيا في مركز بتاني الامسي وهيدي مركز ما شغال عليه سو تغذية لكن المركز ده ذاتي خلط طرفها من نهاية خمسة اللي هو يوم ثلاثين كان آخر ليهم أمل قدموهم هناك ومرهو بمعنى التوخوات الممكن أنا أتوخها أنه المأسكر هتعاني من مشكلة بتاع الفجوة في الأمل الصحي بالتالي هتطفاقها موتقو الصحي والناس هتفتخر لأنه هو المسادر الممكن تقدم لها إلاء تقدم له إرشاد تقدم له الجوانب اللي اندي علاقة بالصحة أطفاً أنه الناس دي هسي حالياً مهربة بفصل بتاع الخريف بالتالي الهاجة دي خطيرة جداً يعني بالزات الملاريات والأمراض اللي اندي علاقة بالارتحابات وخير 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 الهاجة الممكن أنا أشير ليه هو أنه هو سو تغذية كمرة هو إنه قاسل مشكل بتاع الجو أساساً يعني أو مشكل بتاع الفجوة خيزائية حاصلة يعني الناس دي ما قاعدة تأكل أكل بحيث أنه مناعة تزداد أو تخاوم المشاكل البجيغ بشكل عرضي وخير 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 المعروف إنه المعسكر واحد من المعسكرات كان المنظمات بصنو فيه الحياة بفتلة التدخلات قاعدت تقدم في شكل بتاع موات اينية إيش سكر خلطة شنو خير وخير 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 كما قاعدت مع الفترة بتاعنا الحرب ده بالتالي بقت ما في أي جهة تقدم ختمة للإنسان القاعد في المعسكر برضو الإنسان النازح قاعد يمشي يزرع برا ويشتغل وبشتغل وبشتغل الشغل بتاع اتفاع ذاتي لكن في الفترات مع بعض الحرب المخالة ده تصادرت منهم اللي هو الزراعة وشنون دي تصادرت يعني حس الناس ما قاعدة تمشي تجيب حطب ذاتي يعني أنا لقيت أسر قاعدة تعمل تطبخ بهباقات اللي هو مخلفات بتاع بلاستيك لعنسالتهم قال ليه أنا مش هنا غلط دقونا شعالوا بحايمنا وما هنقدر نمش يعني تقرتنا حتى لقوف جين فيه تقرتنا لشنوش بتالي أحسن لينا أن يتمد لبلاستيك ده مع أنه فيه تأثيرات لكن أفضل ليه أفضل لينا من إننا نمشي هناك أفضل لينا من إننا نمشي هناك ففيلي أناسي ما في أي جهة تقدم ختمة إنسانية وهو في المرحلة ده المفروض يتقدم نداء عاجل للفائلين الدوليين بشتخلوا في الاتجاه هذا بالذات لأنه ممكن يخنوا أطراف بتاع الاسترادة لأمور ممرات دي تدفتح وجهات القادرة تقدم ختمة إنسانية تدخل لشان تنقص أرواح بتاع النازحين والمواطنين القاعدين في الإخليم بشكلها وزارة التربية والتعليم بولاية البحر الأحمر تعلن قفل المدارس بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية القضار تأجيل فتح المدارس حتى تتم معالجة المسألة النازحين في المدارس وفي نفس السياق أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية كسرة فتح المدارس اليوم للمزيد حول المعضوء ومعرفة حجم الاستجابة للقرار اتصلت جولة السودان اليوم بالأستاذ سيد تيمبا عضو لجنة المعلمين بولاية كسرة المدارس هذه الحكومة طبعا أعلنت فتح المدارس من طرف واحد الحكومة أعلنت فتح المدارس بيوم الليلة مفترضا للمدرسين يدوم الليلة لكن ما في أي تهيئة للموضوع من كل الجوانب لأننا كلجنة مسؤولين من المعلمين في الولاية أو كشركاء في العملية التعليمية أول حاجة أننا كمعلمين لنا أكثر من سنة مصابة في مرتباتنا إضافة إلى ذلك أن المدارس في هذه الولاية كلها ملانة نازحين مستغرين فيها والنازحين ملانة نازحين إضافة إلى ذلك أن ذاته لا يوجد معينات تعليمية لا يوجد كتب لا يوجد أدوات لا يوجد تفاصيل كثيرة يعني أن فتح المدارس هو ضرب من المستحيل ذاته في الوقت الراهن يعني كيف كان الزولة بيسمعنا حسي أن المدارس دي أعلنوا أن تفتتها اليوم ومدارس فيه نازحين ونحن أصلا بنمر بفترة تحارب يعني يعني في مشاكل كثيرة جدا المسألة بتاعة المعلمين ذاته مؤجوره مدكله يعني ما اتطرقوا لكل التفاصيل دي خالص بس أعلنوا والله أن إحنا كلجنة بتاعة المعلمين مرقنا بيان قوي اللهجة ورفض إنه فتح المدارس في ظروفها زي دي لأن المدارسين دي أصلا ما ممكن ينزلوا وهم مضالبين أكتر من 18 استحقاق يعني قريب سنة ونص ما أصعر فيه مرتباته والنازحين طالبنا إنه المدارس ده توقيت غير مناسب ومشترض أن إحنا يشركونا في العملية دي بدل يسمع كلامنا قاموا يعتقلونا ذاته عن إحنا المعلمين اعتقلوا لجنة المعلمين الكلام ده قبل خمسة يوم كان اعتقلونا واحتجزونا الحكاية بتاعة تمانية ساعات كده هو يهول الأساليبة القديمة ديك أساليبة الأجهزة الأمن القديمة ديك وشغل بتاعة السفزازات ديك لكن ما سولينا حاجة وفي النهاية قال لنا تتعهدوا وما تتكلموا فوق الموضوع ده وتفاصيل زي دي لكن إحنا دي مطالب حياتي إنه أنا كمعلم يدوني قولوا شي أنا ما يعني أنا أنا زي يوز أي مواطن في سواء أي عامل فوق السودان أنا ما ممكن يشتغل بالمجان والنازحين دي لازم تشوفهم بديل يعني أنا ما زول شريك أنا معلم أنا زول في الدولة السودانية دي لأن النازح ده فلازم يكون عندما يحلسكم فيه ما هو زول فرض عليه ظروف غهرة هو لازم يلقى يعني لو سكن يلقى بإنسانته هم الناس دي اللي لا هيئوا سكن ولا سووا ولا أي شي إنه أمس أعلنوا فتح المدارس من مدرسة معينة وتاني ما في حاجة مساعدنا فتح المدارس بس طيب اليوم الحصل شنو المدارس دي فتحة التلاميس ديه المدارس والله يا أساس أنا أديك من الآخر ما زال أنا أختصرق الكلام ده ما زال النازحون موجودون في المدارس هاي أنت بعد ده حلل نعم كل المدارس حتى المدير الماشي يباشر عمله حيلقى النازحين قاعدين فوق البرندات ده وضعنا عامل كده والحال شنو هزي نحن بالنسبة لينا ما في أي حل ما لم تتوقف هذه الحرب التي تسببت في هذه المآسي طيب الحلول إذا يعني الناس كان ممكن يعني يضعوا حلول زي الولايات الأمنة هل كان ممكن يضعوا حلول يجدوا بديل للنازحين وبعد ذلك تترتب الحاجات دي تترتب يعني حس في الظلال الكلام ده القرار ده يعني اللي بيحصل شنو أنا ده أقول لك حاجة أقول حاجة التعليم ده لازم يكون كونفوش يقول في الدولة السودانية يعني ما ممكن ولاية تدرس ولاية ما تدرس أنا مع تعليم الطفل السوداني الطفل ده لازم يتعلم لازم يتعليمه بيئة تعليمية ده حق الطبيعي فوق الحياة زي ما في مناطق كثيرة فيها كوارث لكن التعليم ده ما بيتوقف لأنه التعليم ده ضرورة حياتية لكن المشكلة إنه إحنا ذاته في السودان هنا في بلدة بنيتة هشة جدا وذاته الحرب دي يعني قد أضع الأخضر واليابس وما أظن البلاد مهيئة إنه تشوف بدائل بدائل ذاته عن للنازحين دي وحتى المنظمات يقول المنظمات دارين تساعد لكن ما شايفين إحنا على أرض الواقع كده ما شايفين في حلول طيب يعني في سؤال جات يعني في سؤال مهم بالنسبة للعقاليم الأسي يعني بيعتبر إنه من المناطق بتاعت الحروب العملية التعليمية متوقفة هناك دين حيعملوا لهم شروف في المستقبل لا لا إنت حقه إنت حقه السؤال يكون بطريقة تانية ممكن إنت تقول لي الولايات الشغالة يأتي ولاية أنا أقول لك الولايات الشغالة هي ولاية الشمالية نهر النيل والبحر الأحمر والقضاري البحر القضاري بعد ما أعلنت فتح المدارس قامت رفعت فتح المدارس يعني قامت هنا أجلت فتح المدارس إضافة إلى ذلك إنه برسودان الليلة عادة إغلاق المدارس نسبة لارتفاع حرارة الجو وهناك فيه سنار تعني المناطق برسوداني ما كلها مناطق ملتهبة نعم طيب إذا فرضنا الجدل أنه تعادت مقدر من الولايات مثلا شغالة لازم يكون فيه معالجة لكن ده أنا بشوفه ده حل جزئي أنا من البداية قلت لك التعليم ده لازم يكون فيه شمول والنال دي كلها مربط الفرس في النهاية هم شنو ما هو يمتحن شهادة سودانية يمتحن شهادة سودانية ممكن يستسنوا ولاية دون ولاية أخرى معاي أسوة ولاية دارفور الخمسة هي خارج العملية التعليمية أنا ما ممكن ما ممكن مثلا ناس كسلة الشمالية القضاري بورسودان يدرسوا يصلوا الصف الثالث يدرسوا أهال شهادة سودانية همتحنها بين ما أنت عندك ولاية كثيرة هي خارج النطاق التعليمي هيحصل شنو طيب ليل يعني السلطات ودارة التعليم مصر على الهتة دي طالما أصلا أنتوا بتشوف ده الواقع كده يعني والله ده الواقع كده لكن الموضوعنا يعني ممكن يمكن يفسر من باب آخر لكن من النحية المنطجية أنه ما في ظروف مؤاتي أصلا لفتح المدارس طيب في البحر الأحمر يعني حسب المعلومات المتوفرة لديكم هس بخصوص الهتة بالنسبة الارتفاع الحرارة والارتفاع الحرارة أعلنوا تمديد أو إغلاق المدارس وبالنسبة للقضارف أعلنوا كانوا فتح المدارس الاسبوع الفات لكن ما قدروا يرتبوا ويهيئوا المدارس وقاموا رفعوا الشغل بتاع فتح المدارس ده بسبب تواجد النازحين هذا بسبب النازحين سبب النازحين أصلا السبب ما هو النازحين inkن في المدارس لتهيال المدارس بكرم البلد بالولاية الشمالية وذلك بغرض معالجة إشكاليات دمج أبناء وبنات الأسر النازحة إلى المنطقة في العملية التعليمية التقت جولة السودان اليوم بالأستاذ مونة مختار حسن عضوات المبادرة للمزيد من التفاصيل اللي هي في البداية كانت المشكلة بتاعة الوافدين أو النازحين زي ما قاعدين يقولوا يعني في الخمستاشر يوم الأوال والأسبوعين الأوال ما كانوا نزلوا مع الطلاب العاديين فقام يعني مجموعة من الأمهات والآباء بتاعنا النازحين دل جوا وتجمعوا ويهو قابلنا المدرة وكده فكانوا يعني المشكلة في إنه يعني ما جاهم توجيه في إنهم هم ينزلوا الوافدين لحد ما يوفقوا لهم أوضاعهم والكلام ده بعد ذا قطلع الغرار بتاع إنهم هم فرط يتم دمجهم مع الطلاب العاديين يعني فلما نجينا صراحة يعني عشان ندمج أطفالنا معاهم فكانت الصدمة هنا يعني فلقيني إنه المدارس أصلا هي ما مؤهلة يعني الإشكالية ما كانت إشكالية بتاعة الناس وافدين بيقى في عدد زيادة يعني بيقى في مشكلة مثلا بتاعة إيقلاس مشكلة بتاعة كده لا لقيني إنه المدارس دي أصلا كان فوق إشكالية من بدري فدعينا باقي الشباب الموجودين في المنطقة المتحركين أصلا وبدأنا يهم موضوع المبادرة دي على اساس إنه نشوف المشاكل الموجودة لفينا على تبني مدارس الموجودة بالمنطقة اللي هي بين متوسطة وبين ابتدائية وبين سانو يعني فعملنا حصر للمشاكل الموجودة اللي هي من الإجلاس للمويا للبنيان للحمام للمشاكل بتاعة الطباعة وتصوير كده فده كانت البداية كده يعني نعم إنه إحنا يعني قمت بحصر كل التحديات المشاكل الواقفة قدام العملية التعليمية بشكل أيوة حصر لقيتو كم عدد التلاميذ الجومة الأسرة الوافدة كم عددو والله كان بيتفاوت بين كل المدارس كان بيتفاوت يعني يمكن أكتر مدرسة كان فيها اللي هي فيه كانت هذه مدرسة ابتدائية اللي هي هم المؤمنين تل عدد فاق كان جايق 166 وافد يعني ده كان أكبر عدد جافة ووافدين الباقين كان ما بين 97-96 كمتمانين يعني فيه تفاوت في الأرغام إلى ده كان أكبر رغم يعني يمكن فيه كم عدد مدرسة هناك متوسطة ابتدائي سانوي طيب الابتدائي خمسة مدارس المتوسطة مدرستين السانوية مدرسة واحدة حق البنات المبادرة طبعا هي بتشمل المنطقة بتاعة كرم البلد اللي هي فيها ثلاثة اللي جعلها بتاعة خدماته تغيير اللي هي شمال ووسط وجنوب فهي يعني المبادرة محصورة في المنطقة دياني نعم الآن هس الناس أول التلاميز دال قدرتوا دمجتهم في المدارس وحس استقروا استقرت العملية الدراسية ولا الحاصل شنو والله يعني احنا دمجناهم في المدارس بعد ذاك وفغنا كل مدرسة بحاجات يعني حسب الامكانيات الحالية الموجودة فيها فيه مدرسة وغونا بمبادرات يعني بدوا جمع من أولياء الأمور كان مبالغ رمزية زي عشر ألف وكدا فيه مدرسة بدوا يعني عملوا مبادرات صغيرة صغيرة بدوا صلحوا الإجلاس وكدا فبعد ذاك احنا يعني اللي حقناهم يعني في المبادرات لكن بعد ذاك تم التنسيق في مدارسه يتقسمت بتتجي يوم بعد يوم في مدارس مستقرة يعني مدارس peng蘭萝يل مستقرة قاعدين طلاب بيجوا فوقها بشكل يومي من السبيل لحد الخميس في عندلا مدرسة الإددائية برضو ألياسر دي برضو مستقرة يعني الطلاب بيجوا بشكل يومي يعني في الفاروغ المناردي يل برضو مدارس دي بيجي بشكل يومي حتى المدرسة المتوسطة برضو بيجوا بشكل يومي يعني في مدرستين أو ثلاثة هي اللي بدأي يوم بعد يوم يعني العدد كان كبير شديد يعني طيب مشكلة الأساتزة اتحلت كيف بالنسبة للمدارس اللي بيكون فيه تناوب ولا بسهل هو بنفس العدد بتاعت المعلمين المؤمندين لا لا ما بنفس العدد عملنا برضو مبادرة بجمعنا من عدد من المعلمين يعني الوافدين بادروا براهم فينهم هم عندهم استعداد إنهم هم يغطوا العجز بتاع المعلمين الموجودين فيه يعني وفي المدرسة هاتسي برضو يعني بدأت قالت إن هي تجمع عليهم حوافز يعني هاجرة مزي يعني مثلا حق مواصلات حق وطور كده يعني قبل الخطاء مع أجزاء المستمعين نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع زميل عباس محمد مستمعي راديو دابنقة هلانوا ورحب بيكم في برنامج جولة السودان اليوم وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم نبدأ معكم بفقرة الترند لا للحرب لم يعد مجديا كتب المخرج السينمائي أمجد أو العلة مخرج فيلم ولا عن جوليا على حسابه على منصة فيسبوك بتاريخ 7 يونيو 2024 التعليق التالي أبدا ما فهمت الشعار ده لا للحرب لا للحرب ده شعار تقوله لما يقولوا ليك يلا ناويونه بنفكر نعم الحرب فتطلع مظاهرة وتقول لا للحرب بس لما تولع يبقى بيتقال كلام ثاني ووقت الهتاف هنا عدا مع الشعارات التعليق جا كرد فعل على ملصد تم نشره على حسابه الممثلة ميرفيد الزين بطاريخ 6 يونيو 2024 تدعو فيه رافعي شعار لا للحرب لتوجيه رسالتهم لقوات الدعم السريع التي أشعلت الحرب لتحكم السودان وتسبب التعليق أمجد أبو العلة في ردود فعل وازع على منصة فيسبوك وخصوصا من جانب داعمي شعار لا للحرب حيث عمد بعضهم إلى تقديم شرح لمفهوم هذا الشعار وعكث ذلك مدى اختلاف وجهات النظر في تفسيره وبعضهم تساءل ما الذي يعنيه مخرج فيلم وداع جوليا الذي يدعو لمكافعة خطاب الكراهية ويبرس كوارث الحرب بهذا التعليق وما هي الخيارات الأخرى التي يطرحها فيما زهب البعض إلى اتهامه بالانضمام إلى معسكر داعمي الحرب خصوصا وإن الممثلة ميرفيد الزين من المناصرين للقوات المسلحة التي ترفض التفاوض من أجل وقف الحرب بعد المغردين طرحوا تساؤلات عن دور الفن وخصوصا السينما في مثل هذه الظروف وذهب البعض إلى اتهام أمجد أبو العلا للانضمام إلى معسكر بلبس بالمغابر رحب مناصر الجيش بالتعليق الذي تحول في وجهة نظرهم إلى موقف مؤيد للجيش ومعادي للدعم السريع وطرحوا بشكل منفصل الأسباب التي تدفع لرفض هذا الشعار والذي يعني بالنسبة للكثيرين الخضوع لمطالب قوات الدعم السرية ردود الأفعال الواسعة لهذا التعليق تظهر الدور الكبير الذي يلعبه المؤثرين في توجيه الرأي العام وإن أي كلمة تصدر عنهم تحتاج إلى تدقيق وعناية لما تتركه من أثر على الرأي العام لكن الإيجابية الكبرى دون شكل لمثل هذا التعليق وبغض النظر عن محتوى إنه يمكن أن يساهم في نقل ميدان المعركة من سلاح القتال بالبنادك والمدافع وقصف الطهيران إلى ساحات الفكر والفنون بسلاح القلم والإبداع من فقرة التريند إلى فقرة التحقق مفبرك بيان كتيبة البراء ابن مالك تداولت منصات التواصل الاجتماعي منشور منسوب إلى كتيبة البراء ابن مالك التي تقاتل بجانب الجيش السوداني في معركته ضد قوات الدعم السريع وتصنف على أنها الجناح العسكري للحركة الإسلامية نص البيان كالآتي بيان مهم من كتيبة البراء ابن مالك إمارة السودان بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم إلى جماهير الشعب السوداني المسلم إلى السلطات في المملكة العربية السعودية إلى أعضاء لواء كتائب البراء في ميادين القتال لقد ظللنا نتابع عن كثب تفاصيل احتجاز السلطات في المملكة العربية السعودية لقائد كتيبة البراء ابن مالك المجاهد المصباح أبو زيد طلحة وبعد مرافقيه حيث وصلوا إلى أراضي المملكة لأداء فريدة العمرة وعقب وصولهم إلى مدينة الحبيب المصطفى صلى الله وسلامه عليه تم احتجاز الأخ المصباح وإخداعه إلى التحقيق نجح الدواعيه ودوافعه بحق مواطن مسلم ذهب كغيره لأداء مناسك العمرة جماهير شعبنا المسلم مجاهد كتائب البراء في الثقور لم يكن صمتنا إزاء قضية المجاهد المصباح عن عجز ولا ضعف بل تلبية لصوت الحكمة والتي تقتضي أن نعلن اليوم أننا لن نصمت على المساز بغاداتنا ولن نسمح بأي انتهاكات بحق عضويتنا إرضاء لإملاءات العملاء وخوانة الأوطان وعليه نطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الأخ المصباح أبو زيت ونمهلكم في ذلك 48 ساعة لإخلاء سبيله ومرافقيه ونؤكد إن دون ذلك خرط القتاة وغد أعذر من أنذر ونأمل أن لا نضطر إلى أفعال ستكون عليكم وبالا وسيعلم الذين ظلموا أي مقلب ينقلبون مكتب الناتق الرسمي بإسم لواء كتيبة البراء السبت 8 يونيو 2024 فريق دابنغا للتحقق عمل على مراجعة هذا البيان والتأكد من صحته وسجل الملاحظات التالية أولا البيان لم يتم نشر على أي من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات أو المواقع الأخبارية المعروفة بترويج لبيانات كتيبة البراء ابن مالك وانشطته ثانيا توقف لواء البراء منذ عدة أشهر عن إصدار بيانات بعد الانتقادات التي أوجهتها قيادات في القوات المسلحة لمحاولتهم تصدر المشهد العسكري على حساب الجيش ثلاثة آخر منشور على الحساب الرسمي لللواء البراء ابن مالك على منصة X كان بطاريخ 7 مايو 2024 رابعا هناك ثلاث حسابات على منصة فيسبوك باسم البراء ابن مالك ولم يرد أي منها البيان المذكور خامسا هناك عدة تساؤلات في ذكر اسم تشكيل البراء ابن مالك فالبيان يتحدث في بدايتها عن كتيبة البراء ابن مالك وفي منتصفه عن لواء البراء ابن مالك ويختتم بالجمع بينهما بذكر لواء كتيبة البراء ابن مالك سادسا استخدام توصيف إمارة السودان غير معهود في بيانات الكتيبة البيان يتحدث عن اعتقال المصباح طلحة وعدت من مرافقينه فيما تؤكد كل التقارير أن السلطات السعودية اعتقلت قائد كتيبة البراء منفردا سابعا التهديد المباشر للمملكة العربية السعودية يمكن أن يتسبب في فشل الجهود التي تقوم بها جهات رسمية ومن بين وزارة الخارجية عبر قنصرية السودان في جدة من أجل إطلاق صراحة المصباح طلحة كل هذه الوقائع تؤكد أن هذا البيان وفبرك والقرد منه واضح هو تحريض السلطات السعودية والرأي العام السوداني على قائد لواء البراء ابن مالك وبكذا نكون نسئل معكم لنهاية فقرة التريند والتحقق لليوم ده لحد ما نلقاكم بكرة في تريند جديد وتحقق جديد دمتم سالمين المستمعين الكرام بفقرة التريند والتحقق نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين الموافق العاشر من يونيو إلى لقاء جديد دمتم بخير وعافظ